صباح الخير عليكم يا لبنات صباح الحب صباح اليسمي صباح الفول صباح كل شي حاجة شبه في الدنيا ان شاء الله هتلقاكم هاد الفيديو كامل بخير وصحتكم الاباس واللي مريض ربي شافيه ان شاء الله فيديو اليوم اللي بنات تراني وليت لكم روتين تحفيزي روتين نشاطة يعني راح نحفزكم شوية وفي الاخير راح نوري لكم الشامبغ نتاعي على بالي بلي بزاف منكم اللي طلبتو هاد الفيديو طعلا الشامبغ حبيتو ندير لكم الجولة ونقول لكم لبري وكيفاش يعني وين درناها فلا هادي هي ولي اول مرة تدخل ماشين يوتيوب نقول لك ما تنساش ديري لي ابوني وجيم وتخلي لي كومنتي يا شباب كيمنتي واللي مع لابا لهمش بلي رانيح اللي تباش فيسبوك مرحبا بكم كامل لها راح نخليها لكم الهنية في الفيديو راح نخليها ثاني في الاب وات دنفو ومرحبا بكم كامل للفيسبوك الاهنية البنت هاد النهار كنت سايمة دونك الحاجة اللي اللي درتها درت ديريكت لماشين حطيت فيها كامل القش اللي راح ننغسلهم ووليت باش ندير اللاسوب يعني ان نوجد اصبح عما كنكون سايمة صبح نكون ها كأون فورم ونوجد الاهنية درت لسوب تاع ليزابا كان عندي ليزابا في الكنجيلاتور وجبتهم ودرتهم اللاسوب كيمارا كوم جوفو يعني درت كمية كبيرة فسك هداك النهار عندي شكون يجي عندي دونك يعني درت شوية زيادة وكيما شفتوا يعني درت البصل والبطاطا وزرودية والقرعة قطعتهم كامل بشكل عشوائي ودرت لهم كميات علي زابا وراح نزيد لهم شوية لعدس الحمر ندير غير الزيت والملح والكمون هدا واش ندير بين شوية لحشيش اذا كاين المعدنوس والقصبر ندير شوية وشوفوا لانا يا البنات كاين واحدة اللي قالت لي كيفاش تقدر تحتفظي بلاحشي شوي بقالك اطول مدة نقول لك اطول مدة يعني لازم تكون في الكونجيلاتور اطول اطول مدة بسك في الكونجيلاتور ما يصر الوال وبس طحان نحس هاديك طريقة يا البنات تيروح له اللون تعوطه وتنقس له الريحة يعني تقدر تديرو شوية هكا ريزيرف لعما يخلص لكم هادا اللي جاي هكا خضار ومليح تقدر تجب دفانيو به شوفوا انا طريقتي كنجيبو هكا كجديد راح نغسلو ونقطع شوية شوية ونديرو هكا في البورتمونجي ونجبد شوية يعني يبقى هكا طريقة هادي اللي شفتو هدوها في البورتمونجي يشد لي سمانا سمانا يعني يجيبها لنورمال بلا ما يتخسر بلا ما يولي لي اسفر بس حكي انقطعوه يا البنات ما نخليهش حتى يروح له كامل هادا كلماء نخليه غير تقطر شوية وانقطعو حباك انقطعو يدي معه شوية الماء بسك راح يعيش به هادا كلماء اللي كين فيه اا داكور انتم هاد طريقة اللي نديرها بصح اذا كتشفتها كطريقة جديدة ولا راح نبارتاجيها معاكم ودوكا البنات لهنا يجيت باش ندير لفاقس تعليتها كوس اا درتهم يعني هما خليتهم تقريبي اذن باش طيبتهم بصح وجد لفاقس نتعهم في الصبح بالنسبة لفاقس كان عندي شوية البولي قطعتو ااا ديتوغنش صغر كما راكم تشوفو يعني نحيتهم الكنجيلاتور كان مقطع ودرت شوية زيت في المقلة ااا اا البصله قطعتها صغيره اا اا تلاته هكي احبيبات كوركومولت لي صفرة شوية سيناو مادرتش البابريكا وخليت مانقتها خليت كل شي طيب لي كتابت لي لازم تخليها حتى تشغب كامل هادا كلمة ومبعد نطفيو عليها وتشوفو واش رايحين نزيدو لها ودوك البنات حبيت برك نطرق الواحد السوجي اللي راه يعني يتعاود لي ويسقسوني فيه سورة البنات في الفيسبوك قلت لكم بتو مليح فاو مليح فاو مليح فاو مليح قلت لكم ما راهش في الزواج متعلكم في كلمة تحصوا مليح كلاいい الزوجي راجع هنا ونتم هذه ناعك راهكم حبي越عا تحصنا لدوك حبيتما كيلوهم كيفش يخمم وكل واحد إذا راه يرفد ولا ما يرفج يعني زوج راجع لكم إذا راكم حابين يكونوا مليح أنتم ما تعرفوا كيفاش تجري والعلاقة وإذا ما راكمش حابين يكون مليح راكم تهردوها كل واحد في طريقه كل واحد يخمم كما راح حاب وبالنسبة لموضوع اللي أنا حابة نروح له اليوم اللي هو الحب بعد الزاواج كي اللي يسقسوني هالحب بعد الزاواج صح ينقص ولا يزداد أنا في نظاري إذا خيرت يعني الشريك المناسب وتفهمته على كلش بينسر الزاواج الحب راح يزداد هاتي حاجة بينها وبينها إذا كنت هاتي ثاني دخلة في هادك تعكي فتجري العلاقة تاك إذا راكي تجريها بيع وتتفهمه على كلش هاتي الزاواج يلقاكي في كل حالات وانتي ثاني تلقاه في كل حالات بينها باللي الحب راح يزداد بالصح إذا راجع قلت لكم كل واحد في طريقه ولا كل واحد كيفاش يخمم بينها باللي مع الوقت انتي راح تعيي منه وراح يعيي منك هادك الحب إما يبقى في بلاس 2 ولا ينقص ولا فهمتوني أظنك هالحب يعني هادك ثاني راجع للعلاقة تعكم كيفاش راح تكون واصلا يعني نقول هلكم صح كاين الحب ماشي ما كانش الحب بس كخطرة واحدة جيت عندي ولي كومنتر واحدة الحب الله كاين منذ الآزال وشراكة خارتي علىها كاش وقت قلت لكم ما كانش الحب يصير الحب كاين صح جيت عندي ويصير حкретろ بعد زواجب أكثر الموض whether偶 찍وني المواض دور الرحمة فهمتوني الموض دور الرحمة اللي راح ابقى نبقى بينتخولين حب كانه صح avecya فهمتوني يعني يبقى الافعال يراهن بناتخوفاك هذوك الافعال اللي يبينو حب انتعوكمائكم إذا صح لحب يعني يسداد بهذاك شهر ويسموikel المكامش يعني على حسب الافعال انتعوكم انظروا البنات لفاقس سوف نمرقها قليلا ونجعل كل شي طيب انا نحب ندير هاد لفاقس على هاد لفاقس عند هاد رودية والكورجة سورتو دراري صغر اللي يحبوا اللي تاكوس بس طح ركيحة بتديري هم الداخل يكونوا صحيين تقدري تديري بالخوضرة كي مراني دايرة خير من اللي تديري صوص واحد اخرى انا هاد لفاقس نحبها بزاف نستعملها في فتا ارتع تاجي ولا فلي تاكوس ولا نحبها وفي جهة واحد اخرى البنات كي طابتلي هادي كلاسوب فراني نرحيها بالبراميكسر راكم تشوفوا القاوم بتاعها خليتها جريا شوية فوس كما راحش ناكلها دوكا راح نخليها العشية دونك كي تبقى لي حتى العشيات واللي جامدة شوية فهمتوني سيبوصة خليتها هاكاكلو كاملو ونخليها يعني جامدة بزاف تلحق العشيات واللي جامدة كتر وبعدها بزاف هاداك القاوم يعني دوكا راح من العشي يكون قاوم مليح ودوكا البنات كتابتلي لصو سنتاعي شوفوا يعني خليتها تشربت كامل هادا كل ما راح نزيد لها الكرم فرش اللي راح تمدلها بالنا و راح يعني تخرج لي ماشي سامطة يعني تخرجي يبسة كامل ما عندها شها كلقو ما عندها شوية الماء بس هاداك الكرم فرش راح تساعدها شوفوا البنات في الأول وجهت هاداك لطانيوز الصغيرة اللي راكم تشوفوها و دوكا نحن نطيب بها لطاكوس و بعدها نحسها مشي لعني مش مليحة بالصح طول لازم يكون عندك صبر باش تضيري بها نستنها حتى تسخن طول باش توجد لي طاكوس اما لجبت الطاجين للمولفان اخدم به اخدمت به دوكرا يحين تشوفوه معايا و في جهة واحد اخرى درت شوية اللي فريدت في الزيت باش نطيبها حبيت نزيد هذا خلي طاكوس بس تقدروا تزيدو تقدروا ثاني تخليوا بارك هاديك لفاقس اذا راكم حابيت تديروه مخفاص و درت ثاني الفلو درت هناء الفلو كما راكم تشوفوه و جيت هاد القاتو تاع ماكسون انا نحب هاك الفلو تاعي ندير هكا فيه شوية القاتو نحب نحس بهادك لقو مايكونش يعني فلو وحدو نحب نحس بلقو تاع القاتو و شوفو دوك هالبنات راني وجد كامل و شو راح نسحق جبت خمس تورتي لتاعي و لفاقس لدرتها شوية الفريت و الفروماجرافي ذوك راح نبدأ نجبد الخبز اللوله راح ندير هاديك لفاقس هي اللوله و راح ندير شوية الفريت و بعد نغطيها بالفروماجرافي و ندورها يعني من كل الجهات نخرج لها كاغي يعني كي مالي تاكوس هادي هي و كي كملت اللبنات درتهم كامل سخنت التاجين تاعي و بديت انطيبهم انطيبهم في كل الجهات يعني مام هكا في الاطراف ولا انا نحب نرفدهم شوية و انطيبهم يكونوا عندهم هباك هكا شوية يعني في الدورة ولا مهم ما يبقوا ليش بيولا و شوفوا البنات اللي هنا يا راني كملتهم و شهيتكم في الجنة ان شاء الله و سحى فطوركم كامل اللي راهم صايمين على البالي باللي بزف راهم يصموا دوكا و نقول لكم سحى فطوركم و كتبوا لي في الكومنتر واش راكم توجدوا و لا واش راكم تطيبوا كاراكم تصموا تمدوا لي لي زيدي بس كدفوا تتلف لي كامل و دوكا يا البنات راح لحق الفيديو اللي راكم تستنوا فيه اللي هي جولة في شون بارتي بول لهنا يا راني قدرت لكم الدخلة كينفوت الشون بارتي كيفاش راح اتبعنا لكم و بعدها راح نوريها لكم يعني نظرة عامة هاكم بعدها راح نقرب لكم تفاصيل بها تشوفوهم لهنا يا البنات بالنسبة اللي كيتدخلوا درت هادو مطابيات في الارض اللي راكم تشوفوهم شريت لي طابي الكباب بس كشفيت واحدة سقطتني اذا اديت طابي كبيرة و اديت طابي كبيرة مع ذج صغر و اديت ثاني هادوك الصغر لكوافز يعني شفتو هالخطرة اللي فاتت كيدرتها معاكم يعني كيدرت لها فرزتها كامل و توريتها لكم بالتفصيل لهنا ايوش راح ندير راح نفتح لكم الطاقة هكا باش يعني كنصور لكم اتبان لكم بيان اليماج بالنسبة الشامبرة طاعي لبنات مشرينه هاش هكا خدمناها راجلي هو اللي شايف هاد ستيل و عجبو و راح سبيسيال اللي خدمت مالي الشامبغ و شايف خدبت ويوتو و عجبتو و دوموندالو يخدم لنا هاد ستيل بس كرانا حابين حاجة اونيك و كلاس هو ما حابش هادوك اللي يتبعو في البلو ولا قليب اللي ماشي قوي كامل و ماشي ملاح غالي حابا ندير حاجة مليحة و اونيك تكون غير احنا اللي درناها و شابه اونيك و اونيك و اونيك فاين المولا غير اخرجت بزيف هاي لون و بدلناها كحاجة مبقيناش بارك في هادوك اللي يراهم كامل يديروهم شوفو دكالهنية راح نبديك لكم ب بلطابل دونوي هادو هادو ما درناهم لاسقين لهاد الهنا يعني لاسقين للداخل فهااد اللي راكم تشوفها في هاد الفوتو حتى على التت درنا واحدة كبيرة تحت واحدة صغيرة من فوق بالنسبة لهذا الفايوز شرابك هذا الضو وهو اللي يدر كامل هذه الخطة على الخيش هو اللي يدر عليها هو اللي يدورها كامل فوق يعني هو اللي يدر هذا الديقور شرابك هذا وشوفوا كيفاش خرجت يا البنات بززاف هالا قدروا يا وديرك تعرف تخدم ودر بالنسبة للجهة ثانية ثانية راهي كيمة هادي وبالنسبة للاتة تدولي هذه البنات ما راهيش لاسقة مع سرير هادي لسقناها للحيط واحده وسرير نقدرون بعده هكا واحده وسرير تاعي درتو كوفري وريته لكم ديجا في الروتينة تاعي قلت لكم باللي هو اللي يعاوني يعني متداخل نورمال مورا حينا نديروه اللفراش بسطحانه درتو جغلي اللبسة كيما دكراه اللبسة تاعي تعصيف كامل دخلتها ملتحت بالنسبة للفراش عندي شون برا زيادة حطيته ما كانش مشكل قلت لكم هادي كلاتات لسقناها واحدها للحيط وهذا اراه واحده يعني نقدر نجبده واحده بالله هادي كلاتات راح تلسق في الحيط شوفوا من الولز عما قلت ما تلسقها شون بعد دقة اللي او دينتي ما عندك شلمان على البالي بلي راح تدقوتي وتحبي تعاود الديكور للشون برا ايما هلا راح نلسقه في الحيط هكا باش من اللقاش كامل راكي حركتي سير من هاد الجيهة راكي حركتي من هاد الجيهة حسابه فامتوني ودارو ديريكت في الحيط ودرنا فشون برا واحد الحيط هاده كامل شفتوه بلو وهاده كامل خليناها بلو بالنسبة لكوافوز هادي هيا ودرناها كتليفيزيو صغيرة بس صح ما نشعلوهاش منشعلوهاش 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 نشعل في الملتحت في الصالون عندي واحدة كبيرة وكرا نحب نتفرجوه ولا نديروه في هاديك ولا في الليل اذا ما كرا نتفرجو كاش فيلم في التفليكس ولا نجبدو البيسي ولا في البورتابل ايوال البلات هادي هي لشومة تعييه هي سيمبلي جولي بالنسبة لبري درناها عشرين منيول اللي درها يعني كلش عشرين منيول تحت له وبالنسبة لهاد اللوستر اللي عليكم تشوفوه ثاني راجلي اللي داروه اخدمها كبلاكة بالمهم دي بانها ودرها ضم الداخل ودرها من الفوق خيط الخشين كامل اللي شفته في الصغيرة درها ثاني من الفوق ودر ثاني واحدة في البالكون سيتموريتها الكومش ودوكا ودوكا راح نوري لكم شوية الخزانة كيفاش راه مقسمة للداخل راح نوري لكم بارك الجهة شوية يعني كنا راح نجبد حاجة نلقاها بالصح كل خطرها هكا تدخلي فكا نعاود لها اللي بيجامان ديرهم الفوق وسلاوه الملتاح اللي صوصي لكل خطره كيفاش نعاود لها اللي خزانة اللي جاية في الوسط تعليسان تروين اللي علقوا فيها والكوتية واحدة اخر تعال الزوج يعني كيف 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 يعني كيفاش راه مقسم في الداخل بالنسبة كيفاش نفتعها هي راية جوز تنوخرها هكا ونحلها ديركتومو وهذه هي الاشانبغان تاعي البنت مشوالله تكون عجبتكم وديتوا فكرة وهذه هي الفيديو ان شاء الله تكون الفيديو ثانية عجبتكم وما تنسوش تخليوا لي كومنتير اشباب وتابونيوا لاباج انتعي راح نخليها لكم في لابوات دانفو الى الملتقى ان شاء الله ودومتم في رعاية الله وحفظه باي باي